اعتبرت مجلة ناشنال انترست الامريكية ان هجوم حماس في السابع من اكتوبر فاجأ اسرائيل لان نبهها كان منصبا او انتباهها كان منصبا على جبهات اخرى لا سيما سوريا حيث تكثف تل ابي بغاراتها عليها لانها تعتبرها جسرا بريا لايران صوب لبنان بهدف تعطيل شحنات الاسلحة الى حزب الله المجلة الامريكية تشير الى مخاوف اسرائيلية من توفير حرب غزة لايران ومليشيتها فرصة للتعزيز وجودهم في سوريا بعيد عن الواقع وكان نقل روسيا لقواتها الى الجبهة الاوكرانية بحسب مجلة ناشنال انترست كان فرصة لايران وحزب الله لملء الفراغ من خلال نشر قوات اضافية هناك احتمال اخر ان تكون الهجمات الاسرائيلية تهدف الى منع ايران من بناء منشآت عسكرية في سوريا خاصة وان ايران خططت للتعزيز الدفاع الجوي سوري من خلال نشر نظام خرداد 15 للدفاع الجوي على ارتفاعات متوسطة الى عالية في حين قصفت اسرائيل مواقع ايران في سوريا اكثر من 200 مرة والتي تركت دون رد ايراني الملتزمة طبعا بمبدأ الصبر الاستراتيجي ناشنال انترست رجحت ايضا ان يكون السبب الاخير وراء الحملة العسكرية المكثفة ضد ايران هو اعتماد اسرائيل على احتمال عدم رد ايران المجلة الامريكية قالت ان لدى اسرائيل مخاوف تجعلها تكثف من غاراتها ضد مواقع ايران في سوريا لمنع وصول الاسلحة الى حزب الله خوفا من اتخاذ ايران اجراءات انتقامية غير مباشرة من خلال جعل اوكلائها يستهدفون السفرات والموظفين الاسرائيليين في انحاء العالم بالاضافة الى القيام بهجمات الالكترونية ومهاجمة السفن التجارية الاسرائيلية اثل ما تقوم به الملشيات الحوتية في البحر الاحمر اشتركوا في القناة